اشتركوا في القناة اعرب عن خال ستاني واطيب تمنيته لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبات الوطنية مشيدا سموه بمسيرة الانجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الامارات في مختلف المجالات والميادين وبالمكان المرموقة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي متمنيا سموه لدولة الامارات العربية المتحدة وأشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة كما أعرب سموه عن بالغ الاحتزاز والتقدير بمستوى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من وشائج قربة وروابط تاريخية وثيقة مؤكدا سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين الشقيقين ومواصلة تنمية مسارات العمل والتنسيق المشترك والدفع بها قدما نحو فضاءات أوسع بما يلبي الطموحات والتطلعات ويحقق مصالحهما وأهدافهما المشتركة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقياتي تهنئة مماثلتين إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بمنفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية